أقول فضيلة الشيخ أفقكم الله إمامنا الراتب إذا سجد للتلاوة كبر نعم إمامنا الراتب إذا سجد للتلاوة كبر وإذا رفع منها لا يكبر وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع فقال هذا قول لبعض أهل العلم وذكر لي حديثا فهل قوله صحيح؟ قالوا هذا حديث كان يكبر في كل خفض ورفع حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الإمام أخطأ في هذا يكبر عند السجود تلاوة عند الهبوط ويكبر عند الارتفاع هذا هو السنة نعم